شاطئ الطمارس عرف عدة تغييرات بالنسبة للعطلة الصيف الثاني وثلاثين وثلاثين وعشرين فضل المجهودات والعمل الجبار واللي قامت به العمل العقلي من واصر رفقة جماعة دار بوعزة بحيث انه تم احداث عديد من المرافق الفائدة المصطفين باش يتمتع بالعطلة الصيف دياله في شاطئ الطمارس تقريبا على طيلة اليوم رجال الدارك الملاكي وكذلك القوات المساعدة يقوموا بتدخل في الحالات التي تدخلون فيها وحتى الحضور لهم يجعل المصطفين يحسبوا واحد نوع تياحه وطمئنان وداخل شاطئ الطمارس وحتى السباح المنقيدين قيموا بالدور لهم وكان العدد لهم بكثرة هنا في الشاطئ ومستعدين لتدخل في أي حالة من الحالات التي تستدعي ذلك وتيقوموا بعمل جبار وتوجهوا الولدات أو النصطفين بشكل عام على الأماكن المسموح في السباحة والأماكن الليلة وكذلك الوقت المسموح في السباحة والوقت الليلة وتيقوموا بعمل كبير حتى هم شاطئ الطمارس فالحمد لله النصطفين عجبوا من الحال والقوت غير كبير على الأعوام اللي دازو تقدروا تنشيط بفواصل موسيقية وحتى إهداءات ما بين أفراد العائلة والأصدقاء التي تكونوا حاضرين مقاطع موسيقية تنقموا كذلك بإعلان الحالات الاختفاء دي الولدات أو البنية التي تهوتوها على الأسر ديالهم بطبيعة حالة تنساق مع رجال الدارك الملكي ورجال قوات مساعدة وحتى السباحين المنقيدين باش الولدات يتم العثور ديالهم لأولى العثور عليهم في أسرع وقت ممكن فضروري أن الناس تبغي تعطي إهداءات هذه أغنية الزوجية لا أولى العكس أولى الإخوة بيناتهم ويهديوا أغنية الأباء ديالهم فالحمد لله هذا كله تخلق واحد جو ديال الفارح والسعادة على المصطفين ديال الشاطئ التمارس وهذا الدور ديال نحن كمنشطين إيداعيين بالإضافة للتنشيط الموسيقية التي تنديرونا في المحطة الإيداعية تنعرف بمختلف المرافق التي تم إنشاءها من قبل عملية أقليم نواسة الرجال مع الدار بو عزة التي فيها الجديد هذه السنة وهو المكتبة الشاطئية المكتبة الشاطئية التي العديد من الناس لم يكنوا عارفين بالياراكين وتنوجههم لها من أجل أنهم يستمتعوا بالوقت ديالهم وديال الموطالعة والقراءة ويكون الكتاب صديق ديالهم وحتى هما هنا في شاطئ دار التمارس هذا علاش تنقولوا الناس مرحبا بكم مرة أخرى في شاطئ التمارس وفي دار بو عزة نبغي نشكر أنفاس بريس على التغطية ديالها لها العطلة الصيفية وبدأت بنا نحن لولين في شاطئ التمارس كنت من أولها مسيرة موفقة اشتركوا في القناة